كل متابعينا في اليوم السابع هنتبع محاضراتكم ازاي تعامل الفطير الفلاحي من البداية خالص ونشوف عماية الامجانة بتعملها ازاي وبيتكون مكوناتها من ايه وهنشوف الشكل بيكون ازاي السلام عليكم اول حاجة بتعمل ايه ايه ام جانب ان شاء الله ده اثنين كيلو دقيق ده اثنين كيلو دقيق تمام هنحط لها رشة ملح رشة ملح ومية عادية ومية عادية طب اللي اه بداية قلت ايه ده ملح ده حطينا ملح ودقيق ده اثنين كيلو دقيق اثنين كيلو دقيق بيعملوا قد ايه اه كان فطيرة اه لا فطرطين ان شاء الله يعني الكيلو بيعمل فطيرة واحد يعني اه لو عايز اعمل فطيرة بعمل كيلو بس اه اه تمام اه بعت عملية العجن بقى هتضيف له ايه اه لا انا ووضيفش ايه حاجة مخالص الملح والمية بس ان شاء الله ملح ومية بس تمام العجنة بتاخد قد ايه اعمل حاجة طبعا اللي احنا هنعجن بديه كويس كمام ويكون جمد معادي اه اه ام 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 سوف تفترين ان شلت اه يعني نلده يعني نلده يعني نعجم زي ما انت شاهدين العجم بالشكل ده جميل كده تعجنت اه هي كده خلاصة هي بتسبيها فترة ولا بتعملي الفطيرة على طول هو انا عشان طبعا بنشتغل على طول اه فانا هيوريكو الطريق انا بخليها تفتح كوية مطاقة معين كمان هانا الحاجة ما يباش بس بها كتر ما يكونش بها كتر اه وتبقى المعجينة قدامكو كده نعم نعم عشان تجي الفطر المولد ناشا الله الصانية الصانية والطبع كده العجينة هي كده خلصة كده العجينة كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم ازاي بتعامل الفطير المشالدت البداية اتنين كيلو دقيق لو عايزين نعمل اه اتنين تماما اه ده كده العجينة بتاعتها دي جاهزة بتعمل ايه بقى بعديها اه 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 صانية ستلس اه وردين العجينة وبقطعها بتقطعيها اه جميل طب لئ انت بتقطعيها على قطعها صغيرة ليه عشان تفرد معانا انا في الاخر بفرد هده دي اول بريقه كده يعني الفطيرة بكيلو صح اه الفطيرة تقريبا بتعمل تسعتاشر واحدة تسعتاشر واحدة زيدي اه يعني بتعملي اه يعني بتكوريها تسعتاشر واحدة بعد كده بتعملي فطيرة صح وبعد كده وبطفع تماما لا 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 انا انا اطريقه جديده دي انا ما اعرفهاش لا 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 اعرفهاش هي بالطريقة الفلاحة بتاعت اجدادنا الفلاحة بتاعت اجدادنا اللي اعرفها اني لو اعمل فطيرة هيااخد العجينة كلها وبططها مرة واحدة او افردها زي ما بيولوا في طرقتين دي الطريقة بتاعت اجدادنا وبتاعت ايه يعني الفطيرة الوحدة بتقسميها 13 عجينة بالشكل ده صح؟ ايه صح 13 عجينة مكورة لا 19 عجينة لا 19 عجينة 19 عجينة 19 عجينة 19 عجينة حسب الحاجة ممكن في ناس بدل ما تعمل القطعة زي دي بتصغرها ربما تصغرها او تعمل كذا فطيرة حسب الصينية حسب الصينية انا بعمل الفطيرة بتكفي من 4 افراد ل 5 ده الحجم بتاعنا رسلنا الطبيعي اللي احنا بمطلعها من 5 افراد من 4 افراد ل 5 تمام جميل دولة كم ده بقى انا خلص الاثنين كيله هم اه انت بتخلص الاثنين كيله مرة واحدة وبعدين بتقسميهم طب لو قلنا المكونات ايه ها المكونات دي ايه دي ايه و ملح و ملح و ملح و ملح و ملح ده في البداية طيب بعد كده بقى قطعها زي ما انتوا شايفين كده اه احنا كده قطعنا الاثنين كيلو زي ما انتوا شايفين هنقسمهم ده هتقسموهم على اساس ان هم يتعملوا فطرتين لان انا عجنة الاثنين كيلو اه فالعجنة الاثنين كيلو بيتعملين فترتين زي ما انتوا شايفين كده هوا الفطيرة عبارة عن كيلو بيتم تقسيمها تقسيم الاثنين كيلو بالشكل ده و كل تسعتاشر واحدة من دولة بيتم تكوين الفطيرة و بيتطور الزيت بتاعنا العادي بيتطور الزيت العادي حاجة بسيطة جدا هي الفكرة اه الفكرة اللي انا بس ببيله يعني بقرصه عشان ميمسكش بس ببعضه هم بتبلي بالزيت عشان ميمسكش ببعضه الفكرة عشان بس ميمسكش في زيت كتير تمام تمام جميل وبسيبه يفتح عشر دقايق بعد عشر فحيلو سيبتيه بعد كده عشر دقايق بعد كده حارف فقط دلوقتي بس يفتحها دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تلاتة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بعد عشرة هو هي بقى عشرين مفروض يبقى اتنين وعشرين دي واحد يعني اتنين وعشرين من دولة هيعمله فطيرة ودي فطيرة دولة الاتنين كيلو اللي انت عملتيهم اه ان شاء الله جميل هنشوف بقى المكونات التانية نشوف المكونات التانية يبقى كل متابعينا في اليوم السابع علشان اللي عايز يعمل فطير فلاحي اتنين كيلو دقيق عشان يعمله فطرتين و بنحط عليهم مية وملح ونعجن بعد ما نعجن هنقسم الاتنين كيلو بالشكل ده اه اه خمسة واربعين ستة واربعين تكويرة بالشكل ده كل تلاتة وعشرين واحدة من دولة بيتعمله فطيرة فيه معانا بقى السمنة البقري والسمنة الجومسي يبقى ديء سمنة بقري وسمنة جومسي بتاع ده الفطير الفطير المشالتت مرة بسمنة بقري ومرة سمنة جومسي يتعمل بالشكل ده 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 فكرة جديدة دي فكرة جديدة بالشكل ده فكرة جديدة فكرة جديدة فكرة يعني هذي كل الأقلية يعني دولة بالجزء ده ده فطيرة دي كده واحدة هنشوف بها احنا نعمل قتل عشان تكتبقى معانا انا بفتد معايا كده بواحدة ده طريقتك دي مختلفة عن الطرق اللي احنا سجلناها قبل كده بنقول ان الفطيرة بتتعمل مرة واحدة ما قطعهاش كور بالشكل ده ما كورهاش بالشكل ده صغير لا هي دي طريقة سهلة جدا اي حد ممكن يقدر يعملها في الريق اه اي حد مبتلك يقدر ان هو يعملها هم هي فكرة بس هي ممكن تبقى صعبة قدامكو بس هي سهلة جدا على فكرة في العمية هو يحلي بالك انا متى يقلي سهلة ليه سهلة انك انت بتقسم الفطيرة لاكتر من حاجة لاكتر من الوحدة بالشكل ده وبعدين بتعطيهم على بعض وفكرة كمان وممكن انت كمان تعملها في قلب البيت ممكن تحشنها بقى زمانك اي حشوات اللي انت عايزاها الفطيرة بتتحش بايه بصح لا دي انا هعمله مشالدة سادة فطير مشالدة سادة بس انا عنه ساعات بقى بحش مقصرات ساعات بحش جبان ساعات بحش نفس جبان ثانب اه ساعات بحش اللحوم حسب الزبايا محفوظة يعني ممكن تحشيها اي حاجة ممكن تحشيها اي حاجة اي حاجة سواء نحمة او وبنحط لكل طبقة حاجة خفيفة من السماء عشان ما تبقاش برضا الدخمة يعني انت بتعملها طبقات انا بعملها طبقات وفي الاخر هنشوفه بس لا اصلا انا بالنسبالي انا طريقة جديدة لانا كنت متوقع ان مثلا ان الاثنين كيلو هيتقسمه مثلا فطرتين كل فطيرة كيلو وتتعامل عجنة واحدة لا انا الصانية حضرتك دي كلها الصانية دي انا هملا بها الفطيرة فانتي لو عندك صوانة اصغر من كده يبقى تعمل الطريقة دي بتقلد اعداد حضرتك يعني الاعداد بدل ما تتبقى مثلا من عشرين او اتنين وعشرين ممكن تعملي مثلا اثناثة ممكن تعملي احداشر حتى الاصطانية اللي موجودة عندك في البيت يعني انت مش عايزين نصعر بس الفكرة على الناس تمام يعني انت بمعنى اصح انك انت عايزة تبسطي عمل الفطير المشارطة بطريقة بسيطة ايوه احنا شغلي بيتي ولازم ان احنا نوصل نوصل الاول الناس البسيطة مش عايزين نصعر بهم فطير تعمل بيفرد على نشرة كبيرة بالزبط ايوه طبعا في ناس تبقى متلقة خالصة ممتعرفش اصلا يعني تفرد ولا تعمل كده جميل ايوه فهي الحاجة احنا بنستخدم الستلس عشان ما يعملش على الدقيل اه تمام اثنين ان هو يبسحل معانا في التبقيق يفرد معانا احنا ما بنزوقش احنا بالعكس يعني انا و انا ببطط المفروض اللي ياخد باله التبقيق يا جماعة يبقى هنا يعني انا بالفرد اه بالفرد تمام تمام جميل تمام انا بالحرص و بتديلها طبق السمنة وبخط ناس من طبق السمنة طب السمنة الفلاحي والسمنة التانية قلت ايه عليها ايه؟ اللي فيه بقري وفيه جموس لا يعني الاتنين فلاحي طب ايه الفرق ما بين السمنة الفلاحي والسمنة البقري الجموسي والبقري في الطعم لا تختلف البقري بتبه خفيفة البقري بتبه خفيفة الخفيفة على المعدة وفيه ناس بتحب نجحة البقري وفيه ناس بتحب نجحة الجموس يعني انا عند الفطيرة البقري كله طبعا على البقري جدا يعني البقري اللي اقبال عليها اكتر لان خفيفة اه وسعرها برضا كويس بتكافل من 4 افراد لخمسة الفطيرة ديه يعني بتكافل فطيرة الواحدة من 5 انا 4 افراد خمسة تمام وماشاء الله يعني يجبها يدوله كويس جدا هنا ما هو خليبارك الحاجة الفلاحة لما تكون بالسمنة الفلاحي البلدي سواباري وجموسي افضل من السمنة العادية المصنوعة بتفرق ماشاء الله دي احنا هنا الاعداد ما بتفزقش ببغضها ايوه انا الفكرة الاعداد دي كمان هففو بغضها ما بتفزقش لان بينهم طبقة سمنة اه فيهم احنا السمنة الهدف اللي احنا ما ملحط السمنة اه دي يعني بتفضل ايه الاعداد زي ما انا بعمل كده الاعداد زي ما هي تمام احنا هنسوبوا بقى ايه تمام تمام هفعل بقولك كل شيخ وليه طريقته اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اللي فوق اوسع من اللي تحتها اوسع من اللي تحتها اه هيبقى الاعداد هاقضوهم دلوقت برضا الحاجة عشان الفكرة في الاخر تديني شكل كويس تمام ام عشان تدك شكل كويس اه هاقضوهم دلوقت هيعملوا ايه فكرة برضا كويسة تمام اوسع 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 اعمال الفطيرة اصلا كتجهيز الفطيرة عبناه وكله ما بستهربش اكتر من نصف الحم تمام انا انا خلصت دا كده للهنة وسايفة بس ايه خمسة من الستة اللي بقى لين تمام انا باجي بقى على الفطيرة اه 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 امت عملتي فوق بعض الطبئاات لان الطبئة الاخيرة بكي بصغيرة زمن تقولتين بثبت زمن تقولتين بثبت اه لزمن تقولتين بالزمن بالفطرة اه اه بعملها كده عشان تتديني الشكل المستدير ما تبدنش من اه اه يعني كده لا ده فكرة جديدة دي يعني انت عملتن لما كورتن لما كورتن عملتنه زي الكور كده العجين بعد جيتن بططنه زي كده اه صغيرة ههو طبقاتها بالضبط. طبعات هيني. انا عدي الطبقات كده. لسه الطبقات هيني. بالضبط. وهتبطل يعني. الطبقات دي بقى بتتفرت. والتبقى طبعا مرأة اياه. اه تبقى هتشوفها دي بقى طبعا في الفرن. هتقبوا ان شاء الله تبقى مرأة جدا. والله جميلة فكرة. طب والله فكرة حلوة. ده خلي بالك انت في حاجة انك انت اللي عملتها ده. ما خليتيش الواحدة او الواحدة اللي عايز يعمل فاطير مشالكت. ما خليت دوش. ما صعبتش ان لما تكون كبيرة وفردها كبير. لا ده انت قسمتها الى كور صغيرة وفردتيها. وعملتها طبقات بالشكل ده. ده والله الفكرة حلوة. فكرة حلوة وسهلة. ان الواحد اي حد ممكن يعملها بالشكل ده. بدل ما ياخد مجهود كبير لما يفردها يفرد الكيلو مره واحدة. العجينة لما يفردها مره واحدة. ودي حسا انت اللي بتتحكيمي فيها السمنة لو عايزة تخفيفي السمنة جدا بتخفيفي. عايزة تقليل تقليل تقليل. فيه ناس بتحب السمنة عندي. يعني زباني متعودين للفكرة يكون غرقان سمنة. غرقان سمنة. غرقان سمنة. فيه ناس ما بتحب تقولي قليل لي السمنة. السمنة الجاموسي ابيض من البقري. ما هي بطبع جاموسي تبقى ابيض وطبعا انا بتحن على الوش لقش. جميل. فكرتك والله العظيم جميلة لاني خلي بالك انك انت شيء بسيط. نقول تاني لكل متابعينا في اليوم السابع. اللي انتو شايفينه ده. كيلو. هي عملت اتنين كيلو امجانا. وبعد ما عجنته. ما شاء الله. هتهالي امجانا كده معلش. هتهالي كده ثواني. هتهالي امجانا معلش. لما عجنته خلصت عجين كورت بالشكل ده. العجين بالشكل ده كيلو. صح امجانا؟ بعد ما فردت كل واحدة من دولة فردتهم عملتهم طبقات قديتني الفطيرة بالشكل ده. دي شوية ترتفع على ما نخلص التانية هنقدر اللي احنا نفرتفع على قدة الصينية كلها. يعني قطب الصينية كلها. يعني بعد دي هتتفرد على قدة الصينية دي كلها. صح كده. وبعد كده. وبعد كده تتحطف الفورن. اه هلسينها بس ترتفع على ما نخلص التانية. ترتفع. ترتفع يعني تخمر شوية مثلا. تخمر شوية. لحد ما تعمل التانية دي. اه. دي بقى نعمل التانية. ده والله جميل. كل ما ده العجينة اصلا بتبقى طريقة. يعني هالي القوامية ممكن تكون تعرجتني شوية. اه. لان هي سهلة. هتكون بتيجرد عجينة دي ان شاء الله. ما شاء الله. والله رازم تتعمل لفكرة جميلة والله. تمام. ما شاء الله. واني بقعد اول منهم. هتفرديها زي الاول. اه. اه. هاني عمل بقى ايه دي بالصفرة. دي بالصفرة اللي هي. ده الجموع. ده البقري. اه. ده البقري. ده البقري. احنا بنتحكم. يعني احنا بنتحكم بس كده. يعني احنا لو انت عايزة تقليلي سامنة عن كده كمان بتقليلي. اه. يعني. تمام. نحبش الحاجة جاسمة. ده البقري بردك اللي انت تعمليها. ما شاء الله. لا انا والله نازم فكرة حلوة. فكرة حلوة انك انت عملت الفطيرة طبقات بالشكل ده. اه. سهلة انها تتعمل. واي حاجة مجدد اي حاجة منبوشك الخليص خالص. اه. على فكرة سهلة جدا. يعني انا انا شايفها انها. لا لا بطريقتك دي سهلة. اه. بصراحة سهلة. ان انا بعجن بعجن الكيلو او الاتنين كيلو. بعد ما بعجنهم اكورهم كور. بعد كده هو كل كورة ابططها. صح كده. اه طبعا. بعد كده احطوا ما بين طبقة والطبقة بالشكل ده على بعض. طب الله جميل. طبعا انت شامن السامنة اصلا. لا سامنة سامنة اه. سامنة البقري حلو جميلة. جميلة جدا. وزي ما انت قلت البقري اخاف من الجموسة على المعدة. اه هي البقري طبعا علاء اقبال معي جدا. لان انا بسيح كل يوم اصدر. يعني بتاسيح كل يوم. اه. كل لوم بسيح يعني. اما الجموسة ممكن اصيدة. البيعجل مثلا من 10 كيلو ولا 20 كيلو. انت تكوني مثلا تنجيل. اما البقري عليه اقبال جيد جدا ان شاء الله. كمان. ماشا الله. وبرضو اللي بيتابع كل متابعينا في اليوم السابع. الطبق اللي فوق اكبر من الطبق اللي تحت. على اساس ان هي لما تتقلب صح يا مجانا. لما تتقلب. لما تتقلب تقدر ايه. تقدر تضموهم لبعض. ماشا الله. ماشا الله. الفرن بقى بتقعد في الفرن قد ايه. يا مجانا. ثانية واحدة عشان بس معي. اتصل بعمل. اتصل بس هنا دي. دي بتاخد كمان. ورين كده فطيرة معمولة يا جانا. هاتيلي فطيرة كده هون يوم جانا. هاتيلي فطيرة كده يا جانا. كل ما ترعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم زي ما انتوا شايفين. عمل الفطيرة ازاي. لا. في واحدة فطيرة جاهزة. طب ثانية واحدة. دي ستخش الفرن. دي ايه. دي هتخش الفرن دي. ماشا الله. لا في واحدة كانت جاهزة فين هي. طلع هالي كده بعد اسمي. الفطيرة بقى بعد كده هوا. بتفرضيها بالشكل دا صح؟ نعم بعد كده بتحطيها في الفرن. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بعد ما تتحط في الفرن هنا. كل متابعين في اليوم السابع. هنشوفها بتطلع ازاي. هنشوفها بتطلع ازاي الفطيرة. ما شاء الله بتقعد قديف الفرن عشر دقائق بس ما شاء الله عشر دقائق بتطلع بتقعد بالشكل ده بتطلع بالشكل ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دي كانت طبعا كانت الفطيرة احنا محبينها بتزود عليها ايه ام جانا الوش طبعا بتاع القشطط خلي بالك كل المتابعين في اليوم السابع اللي احنا عملناه برا ده هي دي الفطيرة دي اللي هي ام جانا كانت تعملها طبقات بعد كده تفردها كل مالا تفردتها بالشكل ده عشان تطلع في الاخر بالشكل الجميل ده هنشوفها في فرن دلوقتي دي عشان معمولة من ساعة اه وكانت متعدية وهم حاولوا انت عشان نشوف الفطيرة بالزبط اه اه دي معمولة من بدري بالفعل لكن دي هتدخليها دلوقتي في الفرن اه هتخش ما شاء الله هتخش الفرن وانجمت التانية ان شاء الله هتخش الفرن دي دخليها كده ما شاء الله دي بقى قدامها عشرة دقيقة بالزبط وتطلع صح كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل هتطلع بالشكل ده بالشكل الجميل ده فطيرة بالشكل ده فطيرة مميزة ما شاء الله جميلة وارين كده فردها لها الطبقة التانية عشان نفرج كل متابعينا على طبقتها دي الطبقة بتاعتها التانية ما شاء الله دي عبارة عن كيلو كل متابعينا في اليوم السابق الفطيرة دي كلها كيلو بتقضي كام من اربعة لخمس افراد طبعا شايفين الفطيرة هاي بتستوي هاي وجوه الفرن بالشكل الجميل ده ما شاء الله بتاخد الفطيرة كام عشر دقايق بس وتطلع بالشكل الجميل اللي احنا وراناها لحضرتكم والله اللي عمل الفطير سهل مش صعب بس اللي يادر يتعلمه صح وكبيرة كمان مش صغيرة على فطيرة كبيرة لازم طبعا تقلبيه علشان ما تتحرقش جميل شاف الفطيرة بتتعامل ازاي كل متابعينا في اليوم السابق رصدنا لحضرتكم ازاي تتعامل الفطير المشالتت بالطريقة الجميلة دي تسلم ايديك والله مجاني احنا كده عملنا ديه التانية هي الفكرة اللي بها بس كده اللي هو الجميل انك انت بتعمليها طبقات بعد كده بتجيب الطبقة الاخيرة هي الفكرة لو احنا عملناها كده فهتبتها الصغيرة ديه يعني عطيب مش هتتفرد معاني انا عايزة كبيرة والصغيرة لكن الكبيرة والصغيرة بيتفرد مع بعض وتعمليه بالشكل ده بعد انت بططي مرة واحدة صح؟ اه ما شاء الله عليك الله ينعور عليكم مجانا ربنا نزيدك يا رب كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم الطريقة المثلة لعمل الفطير الفلاحي ام جانا تسلم ايدك والله كل متابعينا في اليوم السابع كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ وهنجي كتير عشان نشوف العيش الفلاحي بيتعامل ازاي الرؤاء بيتعامل ازاي القرص بتتعامل ازاي بالطريقة مبسطة جميلة بالشكل ده شكرا مجانا